موسيقى في يوم الاحتفال لأنك هتلاقي خناقة وهتلاقي ولك إن مطش كورة بين أهلي والزمالك هتلاقي مؤيدين ومعارضين للاحتفال ده أو الحدث ده أو أي موضوع كل الناس بتتكلم عنه حتى لو حصلت من مئة سنة وحتى لو محدش حضرها أصلا كل معلوماتنا عنها خدناها من كتب التاريخ يعني مثلا في ذكرى حرب أكتوبر بتلاقي إن الناس بتتكلم في مواقع التواصل الاجتماعي وفي خناقة كبيرة جدا هل مصر حققت نصر بشكل كامل ولا لا في ذكرى النكسة هتلاقي خناقة عن مين المسؤول عنها والسبب فيها في ذكرى تأميم القناة هتلاقي خناقة في أي ذكرى تاني هتلاقي برضو خناقة زي الخناقة اللي احنا شفناها النهاردة في وقت احتفال المصريين بذكرى ثورة 23 يوليو فيسبوك كله ما كانش فيه حاجة غير ناس بتدافع عن رئيس الراحل جمال عبد الناصر وناس بتهجم ناس بتقايد الثورة ناس بتقول لا الملكية كانت أحسن ناس بتقول ثورة ناس بتقول انقلاب ناس شايفة إن الثورة حققت أهدافها وناس بتقول لا وناس بتقول وهي أصلا أهداف الثورة كمان فيه ناس اتكلمت عن حلول الزكرة 23 أو عفوا الزكرة 63 لثورة يوليو من غير ما يكون فيه خطاب لرئيس الجمهورية أو كلمة بالمناسبة دي وفيه سابقة هي الأولى من نوعها وده اللي كان منشور فيه إعلام دوت أورج على سبيل المثال تسأل الناس عن سبب تجاهل الرئاسة لثورة يوليو والحديث عنها بس لمدة دقيقة واحدة ضمن كلمة الرئيس السيسي مبارح في حفل تخريج دفعات عسكرية جديدة وبدأت الناس تحلل دلالات ده وهل إذا كان مقصود ولا غير مقصود وهل ده معناه إن احنا بننقطع أو بنبعد عن ثورة 23 يوليو ولا في عندنا مشروعات دلوقتي بتغطي على مشروع 23 يوليو وأهدافها أو الاحتفال بيها وبيعمل أو بيحصل دلوقتي احتفال عملي واستكمال لها زي المشروعات اللي احنا بنستعد لها زي افتتاح قناة السويس على سبيل المثال شريحة كبيرة من المصريين كان تعليقهم إنه الرئيس السيسي هو امتداد طبيعي للرئيس الراحل لجمال عبد الناصر وده كان الشبه اللي كان الناس بتقارب بينهم خاصة في بداية ظهور الرئيس عبد الفتاح السيسي ناس تانية خرجت من الموضوع ده ومن كلمة الرئيس عن ذكرى 23 يوليو ولفت نظرها حاجة تاني مشاركة الملك أحمد فؤاد وهو آخر ملوك مصر في الاحتفال اللي نظمته السفارة المصرية في جينيب بمناسبة ذكرى ثورة يوليو رغم إنها الثورة اللي تسببت في إقصاء والده وأسرته وهو شخصيا وحرمانه من حكم مصر اللي كان زمانه لولا ثورة 23 يوليو كان الملك الشرعي ربما طبعا لحد دلوقتي خبر ده فتح باب كبير جدا المقارنة بين مصر الجمهورية ومصر الملكية ويبدو من خلال برضو متابعتنا إن فيه شباب عندهم حنين كبير جدا للملكية رغم إنهم ما حضروهاش ولا عاشوا ما سوقها ولكن بيسمعوا بس وجهات نظر أهاليهم غريبة إن الموضوع ما اقتصرش على نشاطاء فيسبوك امتد كمان لكتاب وسياسيين ومثقفين وبدل ما نحتفل بيوم مهم في تاريخ مصر أو ما نحتفلش مش لازم مش عايز تحتفل ما تحتفلش بس حاول إنك تفهم أكتر بأنك تدخل في اخناء لحصل إن الموضوع دخل في احتقان ملوش أي مبرر على ثورة قامت وخلصت من 63 سنة وحصل كمان ثورتين بعدها وكمان زي ما بيقولكم إنه في كتاب وسياسيين كانوا بيكلموا عن الموضوع خلينا نشير للمقال اللي كان مكتوب في جريدة الأهرام ومصر قبل ثورة يوليو أركسترا في شوارع الحفاة وبتكلم والمقال بيستعرض ليه الناس عندها حنين بيحاول يفهم ليه الناس بس بتشوف صور وتبتدي يكون لها حنين لحاجة أو زمن ما حضروهوش زمن الملكية بيشوفوا الصور القديمة ويشوفوا الشوارع النظيفة كاتب المقال بيقول إنه ممكن تكون وشادي صورة حقيقة ممكن تكون جزء من الكل ممكن تكون دلة على الوش كان بيكلم على إنه إزاي ممكن على سبيل المثال وهو في مقال الأهرام إنه ممكن البعض ينظر إلى القصور اللي موجودة في المدن الجديدة حاليا ويقول إنه هو ده العصر اللي كان موجود عليه زمن مبارك على سبيل المثال وكأن هي دي بس الوضع اللي كان موجود في مصر قبل 2011 بالتالي هو المقال بيلفت لنظر لفكرة إنه مش كل حاجة أو مش صورة الحلوة ممكن تكون هي الصورة الكاملة أو هي دي الصورة اللي كانت موجودة في تاريخ مصر الملكية حتى يعني هو ختم المقال وكان بيقول إنه ما بينكرش هو كان بيكلم على بيكلم على فكرة إنه البعض اللي بيروض لفكرة إنه إزاي مصر كانت بتشهد الموضة قبل ما تكون موجودة مثلا في أوروبا وبيقول أنا ما بينكرش ده ولكن ده في شريحة معينة في شريحة البشوات والأمراء والأغنياء لكن الشرايح اللي قال من كده ما كانش بيحصل فيها ده فبلاش ناخد جزء من الصورة ونكمل عليه ونعيش عليه وكأنه هو ده بس الحقيقة الحقيقة هي إننا بقينا بندور على أي حاجة بتخانق بيها مع بعض وننظر فيها على بعض بقى كل حور بيخلص بخناقة نقع فيها وقتنا مش بنوصل برضو لأي حاجة كل واحد بيخرج من الخناقة بنفس قناعاته اللي دخل بيها وشايف إنه هو بس اللي رأيه صح وإن التاني هو اللي رأيه غلط مش شايف الصورة كاملة معين ممكن الصورتين يتحطوا جنب بعض ويدوا صورة كاملة ممكن دلوقتي نفكر إيه أهدف 23 يوليو هل تحققت ولا لأ ممكن نفكر ونشوف وندور إزاي استمرين عليها إيه اللي بيحصل دلوقتي إزاي ممكن نرجع تاني ونحقق الهدات دي في حيات كتير ممكن نبص عليها أفضل من إن احنا نتخانق في خناقة بلا جد وعندنا خناقات كتير جدا ومكفيانة مش محتاجين إن احنا نزود عليها كمان خناقات تاريخية لأمور ما حضرناهاش وبنتخانق عليها من خلال وجهات نظر ومن خلال صور جميلة بس بنشوفها بعد الفوصل نكمل مع حضراتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر